بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نبدأ درس هذا اليوم وهو بعنوان الخبر المقبول ونبدأ ببيان أقسامه وقبل بيان الأقسام نعرف المقبول فالمقصود بالمقبول ما ترجح صدق المخبر به وحكم المقبول هو وجوب الاحتجاج والعمل به الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه يقسم إلى قسمين رئيسيين هما صحيح وحسن وكل منهما يقسم إلى قسمين فرعيين هما لذاته ولغيره وعليه أقسام المقبول أربعة أقسام هي الصحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته وحسن لغيره وسنعرض لها تفصيلا فيما يلي ونبدأ بالصحيح لذاته تعريفة لغة الصحيح ضد السقيم وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني أما اصطلاحا فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شدود ولا علة هذا تعريف الحديث الصحيح ونشرح التعريف فنقول اجتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا وهذه الأمور هي أولا اتصال السند ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عما فوقه من أول السند إلى منتهاه ثانيا عدالة الرواه أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة الشرط الثالث ضبط الرواه أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب أيضا من شروطه عدم الشدود أي أن لا يكون الحديث شاذا والشدود هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه على الراجح من تعريف العلماء أيضا الشرط الخامس عدم العلة أي أن لا يكون الحديث معلولا والعلة تعريفها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه بناء على هذا التعريف نذكر شروط الحديث الصحيح التي يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا وهذه الشروط هي خمسة هي اتصال السند عدالة الرواه ضبط الرواه عدم العلة وعدم الشدود فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا نذكر مثال على الحديث الصحيح ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور فهذا الحديث صحيح لماذا أولا لأن سنده متصل إذ أن كل راون من رواته سمعه من شيخه أما العنعنة الموجودة بين مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين أيضا لأن رواته عدول ضابطون وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل عبد الله ابن يوسف ثقة متقن مالك ابن أنس إمام حافظ ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه محمد ابن جبير ثقة وجبير ابن مطعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لماذا هذا الحديث صحيح؟ لأنه غير شاذ إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه وأيضا لأنه ليس فيه علة من العلل حكم الحديث الصحيح وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر